اشتركوا في القناة واعرب صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته وشعب مصر العزيز واسرة الفقيد مشيدا بدور الفقيد الراحل في تقوية ودعم مسارات العلاقات الاخوية التاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين مشيرا سموه الى اسهامات الفقيد عبر مسيرته الوطنية الحافلة في خدمة جمهورية مصر العربية وشعبها والذود عن مصالحها ومصالح الامة العربية سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته